إسبانيا تقول إنها قطعت رأس الحركة الانفصالية البسكية إيطا باعتقال اثنين من قادتها السياسيين المبحوث عنهم من طرف مدريد وبريس منذ أعوام القائدان السياسيين المعتقلان هما دافيد بلا الذي اختفى عن الأنظار منذ العام 2011 وإيرابتشي سورثابال المطلوبة من طرف الشرطة الإسبانية والفرنسية منذ أكثر من عشرة أعوام ويعتقد أن الاثنين كان ضمن مجموعة من القادة الانفصاليين البسك الذين ظهروا على شاشات التليفزيون قبل سنوات لإعلان وقف إطلاق المار من جانب واحد وزير الداخلية الإسباني خورخي فرناندس دياث يقول لم يبقى أمام حركة إيطا إلا أن تفعل شيئا واحدا القبول بحقيقة أن رأسها قد قطع وأنها فككت الآن إتمام حل الحركة بين أيديهم بإمكاني أن أتجرأ وأقول إن ما جرى اليوم هو توقيع شهادة وفاة إيطا ألقي القبض على القائدين الانفصاليين البسكيين داخل مسكن في بلدة سنتيتيان دوبايغوري في جنوب غير فرنسا من طرف الشرطة الفرنسية وبرفقته مع انصران من الحركة ذاتها وبعض الأسلحة والوتائق المزورة